اشتركوا في القناة من لدني صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ثم قام الأمين العام للمؤسسة بتكريم الطالب عبد الرحمن جليل الشيخ وإهدائه درع التكريم وتعينه سفيرة الخيرة الرسالة المهمة لكل شاب أنه ينطلق بكل ما يحمل من فكر من آراء من خطط الشاب لا يتوقف اليوم في فكرة واحدة أو في فكرتين لابد أن يخدم بلدنا هذه البحرين أمانة بيدنا نحن كجيل قادم لابد نرفع راية البحرين ونهتم بكل ما يتعلق فيها من كافة المجالات وكافة القطاعات فالرسالة هي وأنا أوصي بها لكل شاب وشابة البحرين أمانة أحمل أسمها في كافة المجتمعات وكافة الشعوب لم يأتي هذا المسمى وهذا المنصد من فراق أتى بعد دعم من قيادة واعية قيادة حكيمة على مدار 20 عاما في المؤسسة الملكية وهذا نتاج إلى إخلاص الشباب البحريني أبناء المؤسسة في هذا المجال اليوم الأبن عبد الرحمن عبد الجليل الشيخ الآن هو سفير للخير يمثل شباب مملكة البحرين ليس على النطاق المحلي فقط ولكن على النطاق العالمي ليصل بسياسة سيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه في الأعمال الإنسانية في الأعمال الخيرية التي تقام على أرض مملكة البحرين وعلى جميع بقاع العالم ترجمة نانسي قنقر